بس ما تقوليش ان انت ما عندكش مشكلة مع الاولاد ليه بقى؟ يعني هي ملهاش علاقة ولا بالنواية الطيبة ولا بالتربية الحسنة هي لها علاقة باختلاف الاجيال واختلاف الزمن اللي مخلي الاهلينا كانوا بيقنعونا بيه في كلمتين ونص محتاجين احنا سنتين ونص عشان نكتب بيوم مولادهم خاليني اقول لحضرتك ابدأ من الاخر وبعدين اروح للأول يعني فضل اولا انا يعني الحمد لله ربنا يحفظهم يسطرهم يعني انا بحب اولادي جدا وراضي عن احوالهم جدا الحمد لله وشايف ان ربنا سطرني فيهم واكرمني فيهم في شهوة عند المتصدر للدين ان اسرته تبقى جزء من وجهته الاجتماعية شهوة شهوة ان انا لما عيالي يتشافه يتقلد الولاد الشيخ الشهوة دي الانسان بيقف كده عندها في وقت كده وياخد قرار هل عيالي ملكي وامتداد ليا فيبقى جزء من وجهتي الاجتماعية فاستغلهم لتأكيد ان انا انسان متدين ولا ولادي انا ساقوم بدوري معهم التربوي على قد ما تعلمت وفهمت ودرست وهم ليهم قصتهم مع الله وليهم رحلتهم مع الله واقوم معاهم بدور الاب اللي بيسمح لولاده ان يكون ليهم اختياراتهم حتى لو في وقت من الاوقات الاختيارات دي عززت موقع طالب العلم الشرعي او الاختيارات ما عززتش ده لانه ليه تجربته زي ما انا كان ليه تجربته وانا شاب صغير انا عندي علي 21 السنة دي ما شاء الله وعندي هنا 17 السنة دي الحمد لله امين شباب شباب وعندهم صحاب وخروجات وسفريات حياة وليهم تجربتهم مع ربنا الحمد لله ربعا انا فعلا بقى اولن يعني الحمد لله ربنا يصلح عليهم راضي جدا عنهم وما كنتش احلم بقى احسن من كده لكن اختيار هل لازم تقع حتى كان زمان عليه يرجع من مدرسة كان الاستاذ بتاعه يقول له انت حافظ صورة كذا فيقول له الصورة دي حافظها والصورة دي مش حافظها يقول له انت مش حافظها وانت ابوك شيخ فكان يرجع وقول لي بابا وانا يعني ليه توقع توقع ان انا لازم اكون مقاعده وانا طبعا هم الحمد لله عندهم قدر حفظينه بيقيموا بيه العبادة وبيعبدوا بيه ربنا سبحانه وتعالى بس ربنا نجانه ببركة دعوات الصالحين نجاني من انا استغلهم او تستعرض بيهم هي اديئة برضو كلام حريك ادق ان انا استعرض بيهم نجاحاتي في الدنيا فاكرمت فيهم الحقيقة انا والله يعني مصطور فيهم جدا الحمد لله انما عندك تقبل انه هما ممكن يبقى عندهم فكرة او قناعة مختلفة عنك شوفي حضرة الكلمة علمهالنا اسدتنا في التربية قالوا ما تنساش ابدا انك انت اب يعني ما تنساش دورك كاب فانا النهاردة لو ابني قال لي حاجة متسقة مع قناعتي انا كاب ازاي اشجعه طب لو ابني او بنتي قالوا لي حاجة مش متسقة مع قناعتي الاب بيعمل ايه دي فرصة تربوية لنقاشه ومحاولة فهم قناعته ايه اللي وراها من مفاهيم عملت القناعة دي لكن الزمهم بشيء معين فيبقى عندهم شخصيات موازية غالبا مش بعمل كت